استمرارا للحملة التي تقودها وزارة التجارة والصناعة للقضاء على أسواق البضائع المقلدة أكدت الوزارة قيام مفتش الطوارئ بجولة على عدد من المحال في محافظة حولي أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات وذاكرت الوزارة أن مفتشها مستمرون في حملتهم وفق القانون المختص في البضائع المقلدة عبر خطة وضعها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وبيّنت أن الحملة لا تقتصر على سوق الملابس ولاحظة فقط بل تشمل قائمة طويلة من البضائع المخشوشة منها البرمجيات وقطع الغيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر